شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بعد ظهر اليوم شهد السباق الرابع للخيل لهذا الموسم والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وأقيم على كأس اللجنة الأولمبية البحرينية وكؤوس شركة نفط البحرين بابكو وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل والذي اجتمل على تسعة أشواط وذلك على مضمار سباق نادي بمنطقة الرفاب الأسخيرة كما حضر سباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة ومحمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وممثل شركة بابكو الرعية للسباق وقد قام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتتويج المضمر الفائز بكأس اللجنة الأولمبية البحرينية يوسف طاهر مشيدا سموه بالمستوى التنظيمي والفني للسباق بفضل الاهتمام والجهود الكبيرة التي توليها الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية والسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا من أجل الارتقاء بمستوى رياضة سباق الخيل وتطويرها نحو أفضل المستويات كما أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستويات الفنية والمنافسات القوية للجياد والفرسان المشاركين في أشواط السباق التي عكست تطور مستوى سباقات الخير البحرينية منوها سموه بفوز الجواد بيوتشامب بيغنال الذي سجل أولى انتصارات استبل سموه كي اتش كي ريسنج في سباقات الخيل لهذا الموسم معربا عن تهانيه إلى كافة الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بأشواط السباق متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في السباقات القادمة كما تم تتويج الفائزين بكؤوس أشواط السباق حيث قام السيد نواف الغانم مدير الاتصال المؤسسي بشركة بابكو بتقديم كأس بابكو للشوط الأول إلى المضمر الفائز هاشم الحداد كأس بابكو للشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور كما قدم السيد إبراهيم طالب نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتسويق بتقديم كأس بابكو للشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كأس بابكو للشوط السادس إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة وكأس بابكو للشوط السابع إلى المالك الفائز ميثم هاشم المشقاب وكأس بابكو للشوط الثامن إلى إسحاق مراد ثم قدم كأس بابكو للشوط التاسع إلى المضمر الفائز هشام الحداد فيما قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي بنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي إلى المضمر الفائز هشام الحداد